حصلت تركيا على ما تريد وحركة غولين بحسب الشرق الأوسط يحقق الرئيس التركي رجب طيب أردوغان لاعب كرة القدم السابق انتصاره الجديد في مدريد ويعود إلى بلاده بمكافأة سياسية حصل عليها بالمجازفة واللعب الخشن هكذا تعلق الصحيفة The Economist البريطانية على الخطوة التركية لا تخفي موسكو نظرتها السلبية تجاه الخطوة بحسب تصريحات نائب وزير الخارجية الروسي سيرجير يابكوف فيما دعت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زخاروفا تركيا إلى تجنب الخطوات التي من شأنها تصعيد التوترات في شمال سوريا تغيب تصريحات قصد حيال الاتفاق الدولي الذي يتعدى حدود سوريا فيما يبدو وتحضر التطورات الميدانية في المنطقة المقبلة ربما على تغيرات ستفضي بتقليص دور قصد وتمدد نفوذ الجيش الوطني والقوات التركية وهذا ما تحدث عنه الرئيس التركي التطورات السياسية تتزامن مع استمرار المسيرات التركية بقصف مواقع قصد شمال شرق البلاد ورد الأخيرة باستهداف الجيش الوطني والتركي ومناطق المعارضة سجال عسكري ربما ينتهي ببدء أنقر عمليتها التي تعهدت بتنفيذها دون أن تكشف عن الجدول الزمني لها ترجمة نانسي قنقر